السبب السادس من الأسباب المرضية للصداع مشكلات العين مشكلات حدة الإبصار طفل عنده طول نظر طفل عنده قصر نظر طفل عنده أستجماتيزم مشكلات العين الموضعية زي طفل عنده التهاب في عينه التهاب موضعي عنده دامل عنده كيس دهني عنده مشاكل في الرموش عنده زيادة في الإفرازات صح كده؟ أي مشاكل في منطقة العين تؤدي للصدع وبمناسبة كلامنا عن العين يعني فيه ضرورة كبيرة جداً للاهتمام بمراجعة الكشفات الطبية للنضارات للأطفال اللي بيلبسوا نضارة خلوا بالكوا قوي من الموضوع ده لو طفلكوا بيلبس نضارة يعني تم تشخيصوا على أنه محتاج نضارة طبية لازم تسألوا الدكتور يعني نرجع تاني للكشف عشان إعادة تقييم الكشف ده بعد قد إيه؟ لو قال لكم بعد ستة شهر قلوا له حاضر لو قال لكم بعد السنة قلوا له حاضر خلاص؟ ليه؟ لأنه النمو العين عند الأطفال بيصاحبه تغير في حدة الإبصار فتلاقوا الطفل ممكن يحتاج نضارة تانية أو بمعنى أدق يحتاج عدسات تانية ممكن نفس النضارة تبقى تمام بس هيحتاج كشف طبي آخر خلوا بالكوا قوي من نقطة دي لأن فيه أطفال يعني بيفضلوا لابسين النضارة دي فترات طويلة جداً من غير إعادة الكشف وكأنه هو يعني مكتوب له أنه يكشف مرة واحدة ترجمة نانسي قنقر